شعوب من العالم شعوب من الخارج يشبه يشبه السلحفة أما من الداخل فإن الأسكيمو يجعلون فيه رفوفا من الثلج يضعون عليها أدواتهم وله من الأعلى فتحة لتجديد الهواء وينام الأسكيمو على سرر من الثلج أيضا يعيش الأسكيمو على الصيد ويستخدمون في تنقلهم عربات تجرها الكلاب ويذهبون إلى الصيد في أماكن بعيدة فيصيدون الحيوانات ويأكلون لحمها ويصنعون من فروها ثيابا يلبسونها فتقيهم شدة البرد كما يصنعون منها الطواقية والقفافيزة والأحذية ويستخرجون من دونها وقودا لمصابيحهم الأسكيمو ماهرون في صيد الأسماك يحفرون في الجليد حفرة حتى يصلوا إلى الماء ويصيدون السمك الذي يأكلون منه ويطعمون كلابهم الآن عزيزي جالب سنقوم بحل التدريبات السؤال الأول أختار المعنى المقارب للكلمة الملونة مما بين القوسين ألف تغطي الثلوج بلاد الأسكيمو على مدار السنة ما معنى كلمة مدار أحسنتم طول با يستخدم الأسكيمو عربات تجرها الكلاب ما معنى تجرها أحسنت تسحبها جيم يلبسون ثيابا تقيهم شدة البرد ما معنى تقيهم ممتاز تحميهم الآن عزيزي الطالب سوف ننتقل إلى السؤال الثاني أضع دائرة حول الكلمة المخالفة لدينا هنا لدينا هنا عدة كلمات ألف الطواقي العربة القفافيز الأحذية الطواقي والعربة الطواقي والقفافيز والأحذية جميعها نلبسها هل نلبس العربة؟ لا إذن هي الكلمة المخالفة جيبا أبواب سرر رفوف ثياب أبواب وسرر ورفوف جميعها من أثاث المنزل أما الثياب فنحن نلبسها إذن هي الكلمة المخالفة جيم السلحفة الكلاب المصباح الأسماك السلحفات والكلاب والأسماك جميعها من الحيوانات أما المصباح فهو جماد إذن هي الكلمة المخالفة سوف نقوم بحل التريب الثالث أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين الطريق اقترب القطبي المستقبل نصنع ألف يتميز الدب فراغ بفرائه الأبيض ما الكلمة المناسبة؟ القطبي أحسنت با فراغ من الصوف ثيابا للشتاء ماذا نفعل بالصوف؟ أحسنت نصنع نصنع من الصوف ثيابا للشتاء نصنع هي فعل مضارع تبدأ بالنون وحركته الضم جيم لا ترمي النفايات فيه هذا أسلوب نهي لا ترمي النفايات في الطريق في حرف جر والطريق اسم مجرور بالكسرة دال ماذا تحب أن تصبح فيه؟ في ماذا؟ في المستقبل ويجب أن نضع علامة استفهام لأن ماذا؟ اسم استفهام الجملة الخامسة رأى الطائر القمح ف فاقترب منه السؤال الرابع السؤال الرابع فوق فوق تحت وجميعها نسميها ظروف وحسب موقعها من الجملة والكلمة التي بعدها نصنفها ظرف زمان أو ظرف مكان ألف أنظف أسناني قبل النوم وهنا تكون قبل ظرف زمان جلس الرجل تحت الشجرة تحت ظرف مكان يأتي الربيع بعد الشتاء وهنا بعد ظرف زمان ارتفعت الطائرة فوق البيوت وهنا فوق تكون ظرف مكان نكمل على نمط المثال لدينا في المثال رفع خالد العلمة أصبحت رفع العلم وهنا حولنا من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول وللتحويل من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول نقوم أولا بحذف الفاعل نحذف الفاعل ثم نضع ضم كسر فتحة للفعل الماضي فتصبح رفع روفع وحركة المفعول به تصبح ضم بدلا من الفتحة ألف سمع الناس الأذانة نقوم أولا بحذف الفاعل بعد حذف الفاعل نضع حركات الفعل الماضي وتصبح كالتالي سم سم الأذان لا تنسى تغيير حركة المفعول به من الفتحة إلى الضم با شكر الطالب المعلم نحذف الفاعل ثم نضع الحركات للفعل الماضي فتصبح شكر المعلم جيم طرق الضيف الباب نحذف الفاعل ثم تصبح طرق طريق الباب دال حمل الرجل الصندوق نحذف الفاعل ثم نغير حركات الفعل الماضي فتصبح حمل الصندوق أحسن أحسنتم الآن أعزائي الطلبة سوف نقوم بحل السؤال السادس أكمل الجدول على نمط المثال نحن نعرف أن لدينا ثلاثة أفعال وهي ماضي مضارع أمر والماضي يكون مبني على الفتحة المضارع مرفوع بالضمة والأمر مبني على السكون إذن سوف نحول الأفعال حسب الفراغات الموجودة لدينا أولا لدينا لعبة لعبة فعل ماض ولدينا فعل الأمر إلعب مفقود أخوهم أخاهم الفعل المضارع ماذا سوف يكون فكروا جيدا أحسنتم يجب أن نضع يلعب ولا ننسى أن الفعل المضارع يبدأ بأحدى أحرف كلمة نأتي أي أنه يبدأ بالنون ممكن أن نلعب أو ألعب بالألف أو يلعب بالياء أو تلعب بالتاء وينتهي بحركة الضمة الآن لدينا يقرأ فعل مضارع اقرأ فعل فعل أمر المفقود لدينا فعل الماضي ماذا سوف يكون إذن الفعل الماضي الفعل الماضي انتهى حدوثه أي أنه قرأ وانتهى من فعل القراءة الآن الآن لدينا يجلس وسوف نبحث عن الفعل الماضي وفعل الأمر ماذا سوف يكون فعل الماضي يجب أن يكون جلس ينتهي بالفتحة أي أنه انتهى حدوثه والفعل المضارع كما نرى يجلس ماذا سوف يكون فعل الأمر أنا أقوم بطلب الجلوس من الشخص وينتهي بالسكون فسوف يكون اجلس أحسنتم رائعون جدا سابع هنا سوف نقوم نحويل إلى مفرد مثنى وجمع ويجب أيضا أن نميز نوع الجمع لدينا في الكلمة الأولى عربة عربة مفرد فهي عربة واحدة في المثنى أصبحت عربتان حولنا التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة وضفنا ألف ونون فأصبحت عربتان والجمع عربات هنا الجمع ينتهي بألف وتاء والمفرد ينتهي بتاء مربوطة إذن هو جمع مؤنث سالم الآن لدينا الكلمة الثانية طبيبة طبيبة واحدة مفرد والمثنى سوف يكون طبيبتان ماذا سوف يكون الجمع وما نوع الجمع فكروا جيدا سوف يكون الجمع طبيبات طبيبات وهذا الجمع ينتهي بألف وتاء ما هو الجمع الذي دائما ينتهي بألف وتاء رائعون إنه كالمثال السابق جمع مؤنث سالم الآن لدينا كلمة قلمان وهي موجودة عند المثنى إذن سوف أفكر ما هو المفرد ما مفرد قلمان ما مفرد قلمان إنه قلم قلم واحد والمثنى قلمان الآن ما هو جمع قلم ما هو جمع قلم لدي ثلاثة ثلاثة ماذا ثلاثة أقلام ما نوع الجمع هنا قلم أقلام لقد ضفنا أحرف وبدلنا أماكن الأحرف قمنا بتكسير الكلمة إذن هو يكون جمع تكسير أحسن توم الآن لدينا كلمة مدرسة وهي عند المفرد ما المثنى ماذا سوف يكون المثنى ما مثنى كلمة مدرسة هيا يا شطورين لاحظوا أعزائي أن مدرسة تنتهي بالتاء المربوطة وعند تحويلها إلى المثنى يجب أن نحول التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة ثم نضيف ألف ونون فتصبح مدرستان ما هو جمع مدرسة سهلة جدا إنها مدارس لاحظوا الآن أننا قمنا بحذف أحرف وإضافة أحرف لقد قمنا بتكسير الكلمة إذن نوع الجمع نوع الجمع جمع تكسير أحسنتم الآن لدينا كلمة مهندسون مهندسون تنتهي بالو والنون ما نوع الجمع حسنا سوف نقوم بكتابة المفرد والمثنى ثم نتذكر نوع الجمع مفرد كلمة مهندسون مهندس أحسنتم من منكم سوف يصبح مهندس عندما يكبر رائعون رائعون ما هو مثنى مهندس إنه مهندسان قمنا بإضافة ألف ونون الآن عزيز الطالب كلمة مهندس عندما كانت في المفرد مهندس وعندما أصبحت جمع مهندسون فقط ضفنا و ونون ما نوع الجمع الذي نضيف له و ونون إنه جمع المذكر السالم أحسنتم السؤال الثامن أسأل مستخدما ماذا ومتى وكما تعلمنا سابقا أن ماذا ومتى هي من أدوات الاستفهام ألف ألف تنضج الثمار هل يجوز أن أقول ماذا تنضج الثمار هل هذا سؤال مفهوم هل له معنى لا إذن يجب أن نقول متى متى تنضج الثمار أنا أسأل عن وقت النضوج متى تنضج الثمار با شرب حسام ما هو ما هي أداة الاستفهام الصحيحة لأكون سؤالا مفهوما إنها ماذا شرب حسام ماذا شرب حسام ماذا اشترت عائشة من السوق دال تبدأ الدراسة ماذا سوف نضع أنا هنا أسأل عن الوقت وعند السؤال عن الوقت نضع متى أحسنت ها ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا هنا أيضا أسأل عن الوقت وقت ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نعرفه جميعنا ما هو متى ولد سيدنا محمد 12 بيع الأول من عام الفيل السؤال الأول أعيد كتابة الجمل منتبها إلى ألف التي تكتب والألف التي لا تكتب يا عزيز الطالب في اللغة العربية لدينا كلمات نلفظ فيها الألف لكننا لا نكتبها ومثال عليها هذا هذا أخي هاشم أنا قلت هذا هذا تحتوي على مط طويل أي يجب أن أكتبها بالألف ولكن في اللغة العربية هذا الألف التي فيها مخفية إنها مغطاة ولهذا لا نكتبها ولكننا نرفضها الآن سوف نعيد كتابة هذه الجمل وسوف ننتبه عزيز الطالب إلى الألف التي تكتب والألف التي لا تكتب الآن عزيز الطالب كما رأيت في كلمة هذا يوجد ألف لا تكتب وذلك يوجد ألف لا تكتب لكني أيضا يوجد ألف لا تكتب وإلهي يوجد ألف لا تكتب إذن سوف ننتبه لهذه الأمور في حياتنا وعند كتابة أي شيء ألف ألف هذا أخي هاشم وكما قلنا أن هذا فيها ألف لا تكتب با ذلك رجل ذاكر الله إذن كلمة ذلك فيها ألف تكتب لا تكتب وتلفظ وهي في كلمة ذلك ذلك رجل ذاكر الله أما كلمة ذاكر فالألف تكتب وتلفظ جيم لا مني أخي لكني شكرته لكني تحتوي على ألف لا تكتب دال اهدني يا إلهي إلى طريق الخير وكلمة إلهي تحتوي على ألف لا تكتب الآن عزيزي سوف نراجع مع بعضنا قواعد كتابة الهمزة فتكتب الهمزة على واو إن كان ما قبلها مضموم وتسمى واو مهموزة أو تكتب الهمزة على نبرة إن كان ما قبلها مكسور أو هي مكسورة كان ف كان فؤاد هنا تكتب الهمزة على واو وتسمى واو مهموزة كان فؤاد يرتب الأوراق في مكتبه وجد عددا من الرسائل هنا الهمزة مكسورة إذن يجب أن تكون على نبرة إذن الرسائل همزة على نبرة القديمة التي أرسلها إليه أبوه حين كان مسافرا تذكر حينها كيف ذهب مع إخوته لاستقبال أبيهم وجلسوا ينتظرون الطائرة ت الطائرة مسرورين وكلمة الطائرة كسرت الهمزة فتكتب على نبرة كما نرى الآن عزيز الطالب فكر فكر بأكبر عدد من الكلمات تحتوي واو مهموزة أو همزة على نبرة أنت تستطيع ثالث أملأ الفراغ بإحدى الكلمتين على وعلى كما في المثال على وعلى نفس اللفظ لكنها تختلف في شكل الكتابة فعلى الأولى تنتهي بحرف مد وهي فعل ماض بمعنى ارتفع أما على الثانية فهي حرف جر المثال على صوت المشجعين أي ارتفع صوت المشجعين المثال الثاني على الشجرة ثمار كبيرة وعلى هنا حرف جر وشجرة اسم مجرور ألف على الطاولة أزهار جميلة هل هنا يجب أن أضع الفعل الماضي بمعنى ارتفع ارتفع الطاولة أزهار جميلة لا إذن يجب أن أضع حرف الجر فتصبح على حرف جر والطاولة اسم مجرور با على صوت الآلات في المعمل صوت الآلات في المعمل هل يجب أن أضع على بمعنى ارتفع أم على حرف جر تفكروا إذن يجب أن أضع الفعل وتصبح على وتنتهي بحرف الألف الممدودة على النصر في السماء على هل سنضع حرف الجر أم ارتفع النصر في السماء إذن ارتفع وهي الفعل الماضي على والتي تنتهي بالألف الممدودة على أحسنتم على الورقة رسومات جميلة هل يجب أن أقول ارتفع الورقة رسومات جميلة خاطئة إذن هذه جملة خاطئة ويجب أن أضع حرف الجر على الذي ينتهي بالألف المقصور فتصبح الكاء الجملة على الورقة رسومات جميلة كما ترى عزيزي الطالب أربعة أكتب بخط جميل أنت عزيزي الطالب بعد أن انهيت الصف الثالث واقتربت من الصف الرابع يجب أن تكتب بأجمل خط ويجب أن تعرف قواعد الكتابة الصحيحة سوف أترك لكم حل هذا السؤال لأني أثق جيدا بأنكم تستطيعون الكتابة بخط جميل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر